سباح الخير سباح النور نتمنى تكونوا بالصحة وسعادة حلقة اليوم سوف نرى كريب مالح كريب مالح لديكم الكثير من الأفكار كل مرة نحاول لكم فكرة في رمضان ان شاء الله سوف نذكركم واحد الوصفة وهي الحرشاء بليزي بينا والفخوماج التي تأتي غزالها سوف نضعها في صندوق الوصف وكذلك هنا الحريرة المغربية غزالة هذه الوصفة متأكدة انكم ستتمدوها حاولت اني نعطيكم وصفة مضبوطة احتف الماء احتف الطحين احتف كل شي فتبع معي الحلقة من الأول حتى الآخر بالنسبة لهذه الكمية التي سوف نعطيكم فكمية مضاعفة لان انا نوجد حريرة اليومين وعلى ما اعتقدنا الوصفة المغربية كلها توجد حريرة اليومين الناس التي تريد حريرة اليومين سوف تقسم المكونات الى نصف او تأخذ غير نصف المكونات هنا سوف نستعمل لعنقرة البقري لا نستعمل الهبرة لعنقرة تكون طباوزوينة حتى لا تستعملوا لا يوجد المشكل لا يوجد المشكل لا يوجد المشكل فتستعملوا الدماغ او مرق اللحم سوف يغنيكم على انكم تستعملوا اللحم ولكن عند اللحم سيكون أحسن كمية ستبقى حسب امكانياتكم تستعملوا من 200 جرم احتى ال 500 قرام كل احد يستعمل الكيميه اللي ستناسبه هنا عندي المعدنوس هذا المعدنوس والقزبور القزبور عندي منه ربطة كبيرة كما تشوفوا ماشي هذوك ربيطات صغيرين اللي كالقوا في السوبرمارشي اذا كانوا هذوك ربيطات صغيرة فستستعملوا منهم زوج ربيطات لا سواء في القزبور او في المعدنوس حتى المعدنوس نفس الحاجه كنزول لهم لتحت ديالهم الرجلين ديالهم يكونوا غلاط وكنخلي اغير هذي الرجلين يكونوا رقا والربطات للمعدنوس الكرافز هو نفس الشي كما تشوفوا الربطات تكون متوسطة انا كنحاول ان ارى هنا مقطعتهم ايش كنوريكم في الاول قداشة ربطات هكذا المبتدئين يعرفوا وما جيش هذيك الحريرة ما فيها حتى ماداق الناس اللي ستستعمل الناس بالكميه ستستعمل ربيطات صغيرين قبل ما نقطعهم فهنا نقص كما تشوفوا شوية المعدنوس شوية القزبور اللي هو الكوزبارة وشوية من الكرافز سنخليهم هذو حتى الاخير حتى نضيفهم او الوقت اللي سنضيف فيه تدويره ستعطيهم ماداق اضافي اللي يكونوا في الاول اكيد ستعطيهم ماداق الحريرة ولكن هذو حتى لا يزيدوا واحد الماداق وهنا بما انني سنزيدهم حتى الاخير فكنزول هذوك العويدات وخيبها لكم مرقاقين ولكن ما سيكون عندهم الوقت فين لانا سنضيفهم تقريبا في الاخير فكنخليغي الوريقات لحمصت عملت منه 150 جرام اللي هي كأس لانباء يكون عامر خليتوا يبات ليلى كاملة في الماء ومن بعد في الصباح فقشرتوا بحلقة ذلك كيناس اللي ما تقشروش انا كيجمين نقشروا يجحسن من بعد فعندينا يكاس دي الماسخون كندوب وفيه اما داما زعفران اللي كتبع واجدة اما شوية زعفران الحور اللي عندكم يعطي نفس النتيجة لدي كذلك ثلاثة البصلات كبار يكونوا محكوكين في حكاكة الغليضة ثلاثة البصلات كبار تقريبا 1 كيلو الى ربع وكيلو دي الماطيشة دروري يكون شدي الخضر في الحريرة باش متجيش كتشربوا غير الماء مع الطحين من بعد فبالنسبة للطماطم المركزة او ماطيشة الحك اللي كان عطينا فاستعملت هاد القرعة هذي اللي فيها 210 جرام تقريبا واحد لها المعالخ كبارين عامرين غادي نوريكم من بعد تحين او الدقيق الابيض عندي منه 180 جرام اللي يوحد كأس العنبه وكأس العنبه الا ربع اللي كيبغيها تقيلة او اتقل من القوام اللي غادي يشوف معايا فيكمل زوج دي الكيسان دي العنبه الماء غادي نستعمل منه 4 لتر من بعد نوريكم كيفاش غادي نفرقو غادي نستعمل كذلك مع القه صغيرة دي السمن وبالنسبة التوابيل فغادي نستعمل الملحه حسب الضوق مع القه صغيرة دي الفلفل الاسود نصف ملعقة صغيرة من سكينجبير او زنجبير وملعقة صغيرة مملوئة من الكوركم اللي هو الخرقوم البلدي واكيد واحد نصف كاس دي الزيت زيت نباتية من استعملوش نهائيا زيت زيت زيتون لان هدي تبدل شوية الماداق كنوجد اول حاجه هنا يا ماتيشا عندي الماكي غلي وخديت كل حبه ندلها بحلقة ده واحد علامة زائد غرب راس دي السكين غادي نخليها كتغلي واحد غلوة او اثنين وصافيه من بعد غادي نزولها باش نقشرة القشرة كيف ما كتشوفوه را تزول غيب وحديتها كنقسمها الى نصفين كنزول هديك الزريعة من بعد غادي نصفي كل شي انا رقيت غير هات ماتيشا هدي صغيرة اللون دي الاحمر ولكن صراحة ماتيشا العادية الماداق فيها احسن وفيها كمية الحموضة اللي كتبنن هديك الحريرة من بعد صافيه غا نكمل كمية كاملة وهذا الشي اللي بقاليه زريعة وذيك القشرة عاود ندوزه في صفايا لانه يكون باقي فيه شوية اللوب وكيكون فيه الماداق بزاف كما كتشوفو هنا خليتي شوية الماء السلق اكيد ضروري باش غادي نتحن به كنناخد كمية الماتيشا انا عندي كمية اكبر غير غا نتحن بشوية بشوية كنزيد لها شوية مع ذاك الماء السلق مع ذاك اللوب اللي صفيت وكنتحن جيدا اكيد لا تقدروا التحن في طحان العصير نحتفظ بها الكمية هذي حتى نحتاجها ومن بعد غادي نزيدها غادي نوريكم مقتاش من بعد غادي ندوز هنا الماتيشا ديالحوك اذا عندكم حوك كبير في الدار فكتاخدوا ثلاثة ديالمعارق يكونوا كبارين كما كتشوفو ومملوئين اذا ما عندكم شريتو هدا العلبة هذي اللي فيها ميتين وعشرة جرام كتستعملوها كلها ره ماشي بالزهب بالنسبة لها الكمية اللي مستعملة انا عمرتها بالماء المرة اللولة والمرة التانية نخلط هذي الماتيشا مع الماء ونخليها احتاهية من بعد غادي ندوز هنا للحم غادي نزول هذي العدم نحاول انني نزول اللحم كامل اللي داير بالعدم نخلي غير العدم بوحديته ونقطع هذي اللحم مربعات صغيرة مش صغيرة بزف تكون متوسطة باش ما تفرت تليه شوص الحريرة انا غادي نوريكم هن القياس دياله تقريبا نخداش كما كتشوفو هذي اللحم يكون فيه كيميا من الدهون كي كورتب بزف كي اعتمد احسن بكتير من انكم اذا استعملتوا الفخض او الهبراء ديال اللحم هنا استعملت تنجرة اللي تكون كبيرة شوية نصف كاس ديال الزيت قريبا زيت نباتية غادي نضيف هذي طريفات ديال اللحم الناس اللي ما استعملتش الحم فغتضيفها للمرحلة هذي البصلة مع هذي العديمات انا هنا اضفت الحم باش نقليهم زين يعطيني ماداق زوين كنقلي هذي اللحم على نار تكون مرتفعة باش ياخد واحد الماداق اللي كيكون بنين وصافي من بعد غاية تشوفو انه تقلب حل كذا ما فيش اي ثوائل غادي نضيف باقي المكونات اللي هي البصلة محكوكة كنضيفها بالمادية لها بكل شي ما كتصفيها محتى حاجة مني كنضيف البصلة انا ما كنقليش البصلة وباقي المكونات لانه باش ما تجينيش هذي الحريرة بحل المرقة غادي نضيف توابل وغادي نضيف معهم من الملح كذلك كمية مهمة دي الملحة انا نضفت من بعد غادي نضيف معلقة صغيرة مملوة من السمن او حسب السمن عندكم واش مجهده او لا او حش حال كتبغيو هذي الماداق دي السمن يكون مني كنضيف البصلة والتوابل كنخليها تشرب مع هذي اللحم هذا كنضيف هذي اللحم مصحته واي تشرب مع هذي الماداق واحد المدة دي الخمسة دي تقايق تقريبا لا اكتر نار هنا يا ربقها مرتفعة من بعد هنا ما تشربت لي هذي البصلة كنضيف هذي العصير دي التماطم اللي وجدنا او تماطم اللي مطحونا غنضيف كذلك الماتة يشد الحك اللي خففتها بشوية دي الماء وغادي نخلط المكونات كاملين من بعد فغادي نضيف هذي الزعفران الحر او الضويمة دي الزعفران اذا ما توفر لكم الزعفران الحر انا صراحة غالبا كنضير الضويمة من بعد غادي نزيد هنا القزبور او الكوزبرة مع البقدونس مع الكهرفس اللي قطعتهم ارقاقين بحالك ارقاق مزيان ومن بعدها غادي نخلط دي المكونات كاملين كنخليهم المدة دي لعشرة دقائق تقريبا حتى يغليوا ويعودوا هنا كيفما كتشوفو ديك عشرة دي الدقائق بدات كتغلي عندي هذيك الحريرة غادي نضيف لترين من الماء انا محتاجة ثلاثة لتر غنضيف في الاول لترين باش ما تطيبش هذيك الحريرة باس لا غير في الماء كنخلي لها لترين في الاول حتى كتطيب مزيان وعند من بعد هذيك الليتر التالت غادي نضيفه من بعد هنا الماء كان كيغلي باش كيساعدني ان هذه الحريرة كتطيب ضغية ضغية غادي نخلطها ونخليها كتطيب عليها خطرها غادي نغطي لها نار تكون متوسطة حتى كيطب لي هذيك الحمص واللحم من بعد هنا غادي نحتاج واحد الملعقة خشبية اللي تكون بحال هكذا باش كنقدر نحرك من التحت ومتلصق لي هذيك الحريرة ويبقى كل شيء مزيان ما يبقى شفة تطروفه هنا باش كنعرفه انا طابط كناخد واحد شوية الحمص او شوية الحم كنختبره كنشو الحبه الحمص اذا كانت ضغيبة بحلاك ده صافره مزيان طريف الحمتة وكنقسمه على زوج راه طايب ماش يضرور يكون كيت فرتت ومن بعد هنا غادي نضيف هذا الطحين استعملت كيف ما اخذت لكم 180 جرام ديال الطحين مع لتر مل الماء لتر مل الماء هنا يكون بارد باش ما يتكتليش هذيك الطحين غادي نساعده هنا بالطحانة او ميكسر بلانجو تقدروا تستعملوا الطحانة ديال العسار من الاحسن او اذا ما عندكم صافي ما تتتحنوش ولكن من الافضل منك يتتتحن كعطي نتيجه افضل انا وخد طحنته هنا كيف ما تشوفه او تصفيتو راك يكون فيو حبيبات صغيرين ما كيبانوش ومن بعد صافي غادي نزيد هنا الليتر الثالث من الماء ثلاثة لتر كتازلية من الماء زائد الليتر الاخير اللي هو الرابع اللي كنت تخلطه مع الطحين انا عاود نتخلط تخليطه اذا نزلي هذا الطحين ملتحت وكنضيفت ضويرة ديال الروز كنستعمل هنا الروز غلاسي اللي كيكون صفر بحالك ده مش ما كيتعجنش كنستعمل منه 60 جرام نصف كاز الانباء او جوش الحفنات عامرين ما نزيدوش على جوش الحفنات باش ما تجيكم لديك الحريرة مع الصدا والناس اللي استعملات نصف الكيمياء انا غير حفنة واحدة كافية احنا ما بغناش تجي فيها الروز كتير وكي الناس اللي كتستعمل شعرية انا ما كتعجبني شعرية خصوصا مني كتبت كترجع بحال الفلون من بعد هنا سنضيف القزبور والمعدنوس والكرافز ذاك شوية اللي خليتهم كنضيفهم مع التدويرة من بعد كنخلط جيدا بحالة كذا كنخلي هذيك الحريرة جالي تغلى وتعاود حتى يطيب تقريبا هذك الروز ما كنخليش الروز حتى يطيب جيدا او حتى نلقى ان هذيك الحب برطبة سافي 21 دقيقة راه هذك الروز مني غادي نصد الى الحريرة غادي يكمل الطياب دياله اما اذا خليته مل او لي طيب مزيان مزيان فمن بعد مني غادي نصده غادي تحليه الى زوج وجيني مع الصدا بالنسبة لي كيفما كتشوفو هذا هو القوام المثالي ما كتكونش تقيله بزاف وماشي خفيفه غادي نغطي عليها غادي نطفي سافي هنا طفيت النار غادي نغطي ونخليها تتاح واحد المدة الساعة باش كيكمل هذك الروز طيب دياله اكيد راه النار مطفية غير كترجع اليه السخونية وكيزيد هذك المذاقات كيتخلطوا مع بعضياتهم بالنسبة لي اذا كنتوا غادي تحتافظوا بيها يومين او ثلاثة فمن الاول كنقسم هذك الكميه على ثلاثة دياليبوات ما كنبقاش كنسالي وكنضيف كل وحده لا كنقسم على ثلاثة فيما كنحتاج وحده كناخده هنا غادي ندوز الكريب المالح عندي نصف لتر من الحليب اكيد الحليب يكون بارد هكذا مايشكل لكمش اي كويرات مع دقيق غادي نزيد ثلاثة ديال الملاعق كبيرة من الزيت النباتية اللي هي ثلاثين ميليليتر او ثلاثين قرام خمسين قرام ديال الزبدة المدوبة اللي هي اقل شوية من نصف كأس العنبه بالنسبة للكريب المالح تقدروا تستعملوا غير زيت بوحدته لا تكون شي فرق كبير تقدروا تستعملوا ستين ميليتر ديال زيت اللي هي اقل من نصف كأس العنبه شوية غادي نضيف هنا ثلاثة ديال البيضات معلقة صغيرة ديال السكر ما نفوتش معلقة صغيرة الا غايت تحرق ليا الكريب من بعد غادي نضيف هنا الملحة غادي نتحنض المكونات كلهم مع بعضياتهم ومن بعد غادي نضيف 240 جرام ديال دقيق الأبيض يكون نوعية جيدة اللي هي كأسين العنبه واقل شوية من النصف الكأسين يكونوا ممسوحين كان نغرب لوط الطحين كان عبروا به وكان نمسحوهم هنا غادي نضيف الدقيق وغادي نتحن غير طحنة خفيفة مني نضيف الدقيق اكيد ما كم قوش نتحنه مدة طويلة بالنسبة للميكسر وكان نعطينا احسن نتيجة اذا لم يكن لدينا الميكسر لا يوجد مشكلة نخلطه بالفوة او المضرب اليدوي ومن بعدها نصفه وإذا كانوا لدينا اي حبيبات انا وخاة نستعمل الميكسر فمن بعد ضروري نعود نصفه كلابة غايدة لكريب من بعد نسخن هنا ضروري مقلات تكون خاصة بالكريب كناخد شوية دياس زيت نديرها في واحد البابي غير قطيرة دياس زيت ونجعل هذه المقلات تسخن لا تسخنش كثير من القياس لان اذا سخنات كثير من القياس يبدو كيس قولية ولكن نجعلها على نار متوسطة ماشي نار هادئة من بعد كنخلط هادئة كلابة غايدة لكريب انا خليسة ارتاح بعد عشرة ديال بدقائي ماشي ضروري نهائيا وسافي هنا كنبدو نطيف فيها كنحرك باش اذا نزل ليه شوية ديالطحين لتحت كنخلط جيدا وسافي كنحط هادئة مغير فا فكلها مقلة كل واحد اراعار في القياس ديال المقلة دياله بني كنشوف انها بدت كتتتحمر كدتتتقلع شي شوية من جنب سافي كنقلبها تبعو تاني الى الجنب الاخر كتاخد غي واحد اللون ديه بخفيف وسافي كنزوله هنا كيف ما كتشوفو راح حطى التبصيل وحطى فوق منو منديل مني كنطيب كل حبه كنعود نغطي باش كيبقاو ليه رطب هنا راني كميه كاملة غادي نغطاه بالفيلم ونخليها حتى الوقت الاستعمال هنا رايك نوريكم كيف الجاو هنا عندي الحشو زوج ديال الباصلات يكونوا حجم متوسط اختعتهم مربعات صغيرة ليه راه كيف ما كتشوفو غادي ندير معهم شوية جاوز زيت او واحد نصف كاز جاوز زيت كميه ليه تكون مناسبه لانا هي فين غيطه بكل شي وغطيب الكفته تحته هي غنضيف حبه من الجزر اللي تكون محكوكه شوية ديال الملحة نصف من العقه صغيرة من الفلفل حار نصف من العقه صغيره من الفلفل اسود ونصف من العقه صغيره من الاعشاب المناسبة اختاره اي اعشاب كتفضلوها او خليد الاعشاب اللي يكون كيتباع سنخلط المكونات كاملين نخليهم على نار تكون هادئة حتى تشوفو ان البصلاء والجزر بحلاك دا تعال لكم مع بعضياته في المرحلة هادية سنطلع النار ونشتغل النار مرتفعة هكدا ما تنزليش هديك الكفتة اللي ما كله اللي فيها وتبقى رطبة نفتتها بحلاك دا او نفرقها ومن بعد نضيف فصين من توم دائما الكفتة مع التومة ولكن في هاد المرحلة هادية فين كنضيفها مش كتزول اي زفارة كانت فيها اكيد لك الاعشاب المناستي ما ركعتوها مدق زوين وضروري نضيفه وخلي عنا لان الزعتر لانه ازير ازيرتا وكيجي غزال بزف او خليط من الاعشاب هنا كنضيف واحد نصف كيلو دا التماطم اللي تكون طيبة بحلاك دا اختاروا تماطم اللي تكون حمرة كتجير طبا وكتجيزوينه من بعد خديت معلقة كبيرة دا المركز التماطم او ماتشا دا الحك خلطها مع كاز دي الماء نضيفها ونضيف كذلك هنا واحد معلقة كبيرة من البقدونيس ونخلط المكونات كاملين نخليهم على نار هادئة جدا هاد المرة هادئ انا خلطت مع البقدونيس خلطت معه شوية من البازيليك او الريحان اللي هو الحبق كتلقى متوفر فلا يسوبر مغشي كاملين او عند بعض الخدارة من بعدها في اغطيت البازيليك غير اختياري اللي عنده يضيفو اللي ما عندوش مشي مشكلة هنا سايبنا بحا سوس بولونياز ولكن ما فيهاش ما طيشة كثيرة انا ما محتاجش تكون فيها سوس كثيرة كنتأكد ان السوس عندي بحل هكذا كتكون معللكا ما نشفهش بثاف وما فيهاش كمية كبيرة دي السوائل من بعد فا قدي نحتاج هنا السلسلة بيضاء تقدروا تصيبوه بشامل انا هنا اخديت غير نصف لتر من الحليب اضفت له ملعقة كبيرة من المي زيناء او نشط دورة نضيف شوية دي القوزة ومن بعد نضيف الملح الكافي اذا بغيتو تصيبوه السلسلة بشامل فقد تاخدو معلقة كبيرة دي الزبدة مع معلقة كبيرة دي الدقيق المهم ان السلسة تكون خفيفة ما تكونش تقيلة بثاف من بعد كنخلطها هنا اخلط غير على البارد النار مطفية حتى غادي نشغل النار غادي نخلط حتى تشوفو ان السوس بحلق دا القوام ديالها معلق و لكن خفيف ما يكونش تقيل بثاف من بعد غادي نزيد هنا واحد الحفناء ديال الجبن انا كنت استعمل امونتال مع المصدام في السلسات كي يعطيوها دا قزوين بثاف تقدروا استعملوا اي جبن عندكم ماشي مشكلة و دائما السوس كنوجده هي اخر حاجة باش ما كنت تكتلش ليه و حتى اذا وجدوها قبل ش شوية او جاتكم شي حاجة من بعد كتخفبوها غير بشوية ديال الحليب قسمت هذيك الكفتة ديالي الى عشرة ديال الحيساس لكخيب اعطوني 11 تقدروا تقسموها على 11 انا قسمتها على 10 بمعنى انا ديجي زوج الواحد تقريبا مهم حسب افراد الاسرة ديالكم كنحط بحلاك دا كنعمر غير في النص ديال لكخيب و من بعد غادي نضيف شوية ديالك سلسل بيضاء و حتزوج جال معالقة بحلاك داك او معالقة كبيرة حسب شحال بغيتو غنضيف كذلك شوية ديال الجبن اختياري احنا رضفنا الجبن مع السوس ولكن اذا عندكم اكيد اعطي واحد تعليك و اعطي مادا قليزوين كتكون عندي دائما في الدار واحد الخلطة ديال الاجبان كتجيزوين في كل شيء مني كنكون في المتجر تجاري اي واحد كتتمشيولو فكنناخد معند هذك اللي كتبيع الفرماج كناخد مثلا 100 جرام ديال الماستة 100 جرام ديال ايمونطال 100 جرام ديال ايدام و 100 جرام ديال المتزاغيلة كتطلبوا منها انها تحكم لكم ومن بعد كتخلطوهم و تخليوهم عندكم كتستعملوهم كيجيو غزالين بثاف هنا روقيت كنظر بين الطريقة كيفش كتلويو اما كتلويو على هالطريقة هذي كيجيو بحل ميل فاي كيجيو زوينين بحل تقول شكل ديال الازان او كتاخدو بحالة كده غير كتطويو على زوج ومن بعد كتطوي على اربعة اللي بغيتو اديرو الكرب اللي كتشوفو رهم كبارين شي شوية زوج الواحد رات قريبا غياخدوهم في العشا اذا بغيتو تقدموهم على شكل ديسالي بحالة كده غير ميني كرب فكتقسمو لها كرب على زوج بحالة كده انا هنا ما بقلياش لحشو انسيت موريتكم قبل سافيك تحطوه على شكل متلت لحشو بحالة كده كتديدو الجبن وكتنيو على هالطريقة هذي كيجيو غزالين كيفما كتشوفو كيجيو ميني كرب لشكل مملاحات من بعد هنا يدوبت شوية ديسالزبدة غير واحد شي شوية كنسخل المقلاء وكنحطوهم على الجهة الاولى كياخدوا واحد اللون ده بيخفيه فردغية كيتلونه وكتقلبوهم على الجهة التانية انا هنا غير اعطيتهم واحد اللون قبل من التقديم سنضيف لهم شوية ديسالي جبن من الفوق وكندخلهم من الفرن واحد اشرة دقائق تقريبا ما نفوتوهش بش ما يقصحوش ولكن دائما مني كندخلهم من الفرن كيعطيه واحد كتغاتينه بحالة كيفما كتشوفوه وكيتعلقوه ومن بعد فبالنسبة الوصفات الاخرى لنام ازياتيك سنضيف لكم فيديو خاص سنضيف لكم بحشوتين بطريقتين للتقديم من الافضل انهم يكونوا فيديو بوحديتهم هذه الحريشات سنضيف لكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف فما بغيتش الحلقة يكونوا فيها وصفات كثيرة دايجة هنا طوال شي شوية كنتمنى انها تكون عجباتكم انكم تجربوا الوصفات واكيد ترجعوا تردوا عندي الخبار في التعالق والى الحلقة المقبلة ان شاء الله